في يوم الجمعة اقرأ هذه الصورة مرة واحدة وراكب كيف سيجعل الله الدنيا تحت قدميك وتحقق كل ما تتمنى فائدة قوية جدا وعظيمة كلها أسرار ربانية مكنونة بفضلها سيسخر لك الله جميع الخلق ويكون لك قبول وعيبة ورزق كثير بإذن الله سبحانه وتعالى بإذن الله سترى عجبا في الرزق وترى البشارات والفتوحات بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين اللهم صلي على سيدنا محمد حبيبنا وشفيعنا أصل الأصول نورا لجمال وسر القبول أصل الكمال وباب الوصول صلاة تدوم ولا تزول وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني وأخوات الكرام أتمنى يا رب أن تكونوا بخير وفي تمام الصحة والعافية داما يا رب فيديو النهاردة إن شاء الله فيديو عظيم جدا جدا وهذا الفيديو بإذن الله أنا أكلمكم فيه على أسرار صورة عظيمة جدا جدا الصورة ديت يا جماعة لها ثمرات كثيرة جدا في كشف المخادعين والانتصار على الأعداء وقضاء الحاجات وتيسير الأمور أنا عايز أقول لكم يا جماعة إن الصورة ديت أسرارها الكثيرة أنا أول مرة أتكلم عن أسرار الصورة ديت في القناة الصورة ديت يا جماعة أسرارها كثيرة جدا روي أن بعد ما نجرب هذه الصورة كان يقول أن هذه الصورة أنا بعمل جهاز كشف الكتب أول لما بكرأ الصورة ديت وأن هي كان لها أسرار كثيرة جدا في كشف المخادعين وأيضا الصورة كان لها ثمرات يا جماعة يعني تشبه المعجزات في الانتصار على الظالم والانتصار على كل أعداءك يعني أنا عاوز أقول لك بعد الفيديو دوت وبعد ما أتطبقه إن شاء الله بإذن الله هتكون منصور على كل أعداءك وبإذن الله هتلاقي ثمرات هذه الصورة الإيجابية جاءت على كل جوانب حياتك من نصر على الأعداء من جلب للسعادة والفرحة من زوال لكل الصعوبات وكل المشاكل وكل الهموم اللي بتواجهك مهما كانت هذه المشاكل ومهما كانت هذه الهموم إن شاء الله في الفايدة النهاردة إن شاء الله يمكن من أعظم الفوايد اللي أنا نزلتها على القناة أنا النهاردة أكلمكم عن صورة عظيمة لو أنت بإذن الله قرأتها في يوم الجمعة بأذية طريقة مرة واحدة إن شاء الله هتعود عليك الثمرات الأتية أولا كشف المخادعين ممن حولك بإذن الله أي حد بيكمل لك الشر أو بيكمل لك أي أذى أو عاوز يؤذيك أو حتى لو كان عندك عدو وانت عارفه في مجال عمل أو في أي مجال أو حتى في حد ظلمك بإذن الله انصرك الله عليه وانت هتتفاجئ بعدها بعد ما اتطبك هذي الفايدة في كشف المخادعين اللي حولك ثانيا قضاء الحوائج فهذه الصورة قد تكون لها قرامات وهذا مما رأيته في بعض مما جرب هذه الصورة كما يتحدثون عنها إنها كانت مفيدة جدا لقضاء الحوائج وأن سبحان الله لو أنت كان عندك عقبات أو مشاكل تجعلك غير قادر أن تحقق هدفك بإذن الله ستزول هذه العقبات والمشاكل ثالثا علاج نهائي وفعال للسحر علاج للسحر بكل أنواعه فالصورة دي تليها ثمرات كثيرة جدا لعلاج نهائي وفعال للسحر بإذن الله سبحانه وتعالى أو أي حسد أو أي عين وتنظيف لجسدك من الطاقة السلبية والتعطيلات وجلب الطاقة الإيجابية لجسدك بإذن الله طيب الفايدة دي أو الصورة دي هنطبق الفايدة إزاي في يوم الجمعة أبدأ بإذن الله في شرح تفاصيل الطريقة بس قبل ما أبدأ أتمنى أن أنت لو أول مرة تشاهد القناة تشترك في القناة وتفعل زر الجرس حتى نتواصل ويصل لك كل جديد وأن تضغط على زر اللايك ولا تنسى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التعليقات إذن على بركة الله نبدأ في شرح الطريقة أولا بتختار أي وقت في يوم الجمعة وتطبق الفايدة وطبعا بتكون طاهر الثياب والبدن وتصلي ركعتين لله منية قضاء الحاجة ثم بتفضل جالس نحو الكبلة الشريفة ثم بعد ذلك بتقرأ صورة المرسلات مرة واحدة بعد لما بتقرأ صورة المرسلات بتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصيغة اللهم صلي على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما صبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدريه ومجداره العظيم ثم بعد ما بتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الطريقة بتقرأ صورة الفيل سبع مرات ثم بعد ذلك بتردد اسم الوهاب مئة مرة ثم بتدعو بهذا الدعاء بتختم بهذا الدعاء ويستحسن أن أنت تصلي على النبي قبل ما بتدعي بالدعاء بالصيغة الإبراهيمية أو بأي صيغة أنت تريدها ممكن تصلي على النبي بهذه الطريقة اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بعد ذلك بتدعو بهذا الدعاء مرة واحدة بتقول استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم اللهم بحق هذه الصورة صورة المرسلات أصلح لي شأني كله بعد ما بتدعو بهذا الدعاء بتختم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بالصيغة الإبراهيمية برضو أو بأي صيغة تريدها وبكده تكون الفايدة خلصة جماعة وطبعا زي ما احنا متعودين تلاقي كل خطوات الطريقة موجودة في صندوق الوصف أسفل الفيديو ولا تنسونا بالدعاء وفي الختام أسأل الله أن يوفق كل مرة هذا الفيديو وأن يحقق له كل ما يتمنى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ودمتم في خير